من زلزال المغرب إلى عصار دانيال الذي جاب اليونان وتركيا وليبيا ومصر وقبل تلك الكوارث تركيا وسوريا وبعدها ما تلفظه باراكين هاواي الأمريكية بحسب وكالة السوشيات دي بريس فإن دراسات جديدة أجراها 29 عالما في 8 دول كشفت أن العالم أصبح في منطقة الخطر بسبب الأنشطة البشرية التي فجرت كوارث التغير المناخي والاحتباس الحرارية العلماء أوضحوا أن ظاهرة الفيضانات المفاجئة التي شهدها العالم في أنحاء عدة في أيام قليلة وفي وقت قصير من السنة الحالية بعد موسم من موجات الحر القياسية قد تفاقمت جميعها بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي جعلت الأرض أقل قدرة على امتصاص المياه الكارثة المتوقعة في قضايا الحرارة والفيضانات والزلازل أن العلماء استندوا إلى تصاعد مؤشر التغيرات في فصول الصيف من كل عام ما يدلل على زيادة مخاطر التأثيرات المناخية والتي بدأت منذ تقلبات غير مسبوقة في أوروبا ومعها الدول التي تشهد شحا في المياه والتي من المعروف أن العراق يتربع على قائمة الصدارة فيها بأرقام الشح الخطيرة في المياه وانتشار الجفاف والتصحر إذ يؤكد التقرير الأمريكي أن الإجهاد المائي سبب رئيسي في تفاقم أزمة المناخ العالمية معلومات تحرك السواد الأعظم من العراقيين وشعوب دول منكوبة بالكوارث الطبيعية حول ما هي أو مصير حياتهم وأرضهم في الشهور والسنوات المقبلة